ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين يقول الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس في أي مكت تستي نصاعد فاقيت شنيل وبالتالي سيكون رمضان رمضان يكون رمضان عز وجل وتلك الأيام نصاعدت لكي نصاعدت الكثير من الناس ويقول الله عز وجل رمضان يقول الله عز وجل رمضان عز وجل لكن أشüه فى ما يعقاخت نصد رمضان يقدم؟ ليط فقط رمضان نستخدم ونزيدية نصاعدت كثير من تجول لهذابرغ نصد هذا نعم genome هذا الرمضان يتقوم كبيرة يتقوم سيشف увидеть أعلى قراءة القرآن وتهجد وفست ومن أعرف أنه في رمضان أن تكون رمضة و هذا فضل القرآن فيه إنسي لقرآن وفي رمضان يوجد أيضاً في رمضان خير من ألف شهر ليلة القبر ولذلك يا ربي علينا لم يجب أن يجب أن يجب أن تكون مادة لإنسان لنقرآن إنه من أهم منayش يجب أن يجب أن أن يجب أن يجب أن يجيب أن تكون أو hay جدً وليس وانت هذه الكلن أو القرآن يجب أن تكون مادة إلى وقتها شنش روبي أبو حيث أنه إذا أفضل حيث أنه لا يرى أنه يدعا عنا الله عز و جال لقد منه فعله لدك إنه مجزوعة سيطر حيث أنه لديه وهذا هذه المساعدة من أصدر إلى أصدر من أمي أصدر إلى أصدر إلى أصدر إلى أصدر بشخيبه. اما انتما هو انسوه او ان كوران. وهذا القرآن سوف يشهد علينا او لنا. انتويدا دفاتيزي كوران في اونس او غيجين اونس. كما قال رسول الله اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعان لصاحبه. هذا القرآن سوف يتحدث عننا. هذا القرآن سوف يتحدث عننا. هذا القرآن سوف يتحدث عننا. ق حفل العلماء فالواح كرب هذه القرآن سوف يتحدث عن الله يتحدث عن هذا القرآن فورام جانب الحكوم ابدا تعهدا يرحب الوقر القرآن سوف يكون هناك لحوال الوقر ا cant дела قد. لقد قموا في الزمام ولكن هذه المركزات لقد قموا فقط ونعرف قصرة لدينا ومع قصرة ومع قصرة فعله لأننا قلنا ابن قيم رحمه الله من لا يقرأ القرآن Hatjara القرآن ومن لم يسمع القرآن فقد هجر القرآن ومن لم يعمل بما جاء به القرآن فقد هجر القرآن ومن لم يتداوى بالقرآن فقد هجر القرآن فالقرآن هو المعجزة الباقية القرآن هو دستورنا هو كتابنا هو شريعتنا هذا القرآن كما قال كذلك ابن القيم جمعت فيه الكتب السماوية الأولى جمعت فيه الزابور والطورات والإنجيل والصحف صحف إبراهيم موسى وانت صحف دي بي أوخ نشت بيسن في هذا القرآن وابن القيم كذلك يقول وجمعت الكتب السماوية السابقة الطورات والإنجيل والصحف الزابور في القرآن وقال كذلك ابن القيم رحمه الله وجمع القرآن في الفاتحة جمعت الفاتحة الكتب وجمعت الفاتحة في آيتي قال فيها الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعيد فلهذا نحن هنا هنا في الدنيا إياك نعبد وإياك نستعيد الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر